السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنطقة الوطني المغربية والتشكيلة المثالية الاساسية والاهتياطية بكأس امم افريقيا بطبيعة الحال دعا سدأ يوم تلتاش يعني رحنا خمستاش نوامبير بطبيعة الحال قل من شهرين وتبدأ كأس افريقيا لامم اذا رحضت منافسة لي كبيرة ان عيشوها بطبيعة الحال واقوى تشكيلة المنطقة الوطني الاساسية والاهتياطية بكأس امم افريقيا بطبيعة الحال لي عادتكو في الاراضي الايفوارية بطبيعة الحال لي عادتكون واحد منافسة لي قوية بين 24 منتخب وكل منتخب يفوز باللقب بطبيعة الحال بدون جدال وبدون نقاش عن ذلك منتخب الوطني المغربي بده يكون 48 سنة بكأس امم افريقيا احتهو يحاول انه يفوز بطبيعة الحال بكأس امم افريقيا اه لانه احد المنافسة لي كبيرة وكبيرة بزر صراحة عايحاول كل منتخب انه يفوز بكأس افريقيا للامم وكذلك المنطقة الوطني قلت عايحاول اه نشوفوا اقوى تشكيلة للمنطقة الوطني المغربي الاساسية والاعدياطية في كأس افريقيا للامم عبدو بياسين بونو حارس الهيلة للسعودي اللي هو من الحراس العالمي صراحة حارس كبير حارس عالمي حارس صراحة منك اه حارس عالمي صراحة ياسين بونو من الحراس العالميين حارس كبير صراحة حارس جد متميز للمنطقة الوطني المغربي ياسين بونو حارس صراحة اه متمرس حارس كبير حارس صراحة مع ان ما نقوله في حارس جد متمرس عم شون خطة الدفاع عبدو بناي في اكريد سبعة وعشرين عم لعب وسط هم الانجلي زيد ولا بونو ولا اكريد بدو من المغرب بطبيع littان يعني هي حاجة هي كبيرة انها شي واحد كي يبدو من المغربي و يtechnح بحالية قرب بونو راه كان في البطولة الاسبانية اللي حالية في البطولة الايزيليزية كرت كان افظ لهم في شهر انو أنبير بطبيعة للحال فترببس المنتخب الوطني المغربي طبيعة للحال لانا اكريد من خيرات اللاعبين ديل المنتخب الوطني المغربي لاعب جيد صراحة عم فيوا لاعب اخر لهم تكوين مغربي صراحة كان انا ممكن ولي بدأ يلعب في هذا كأس افرقية هو عبد كبير عبقار كانت عنده اربعة وعشرين عام باللاعب الجيدين حتى الممكن الكون اللي كانت وصلنا عليه وخار كيناد علاقها ولكن ما كي لاعبوش صراحة وصراحة سخصو يعطيه الفرصة دياله باش نشوف الكفاءة ديال لاعب عبد كبير عبقار بطبعة حل الكفاءة هاد اللاعب هذا حتى لاين ممكن تكون بطبعة حل باش نشوف هاد اللاعب نشجعوه انه يواصل العمل دياله بطبعة الحل بجد واختدار باش يكون شي حاجة كبيرة في المنتخب بضاهل ايمن اشرف حكيم من لاعب باريس الجرمال الفرنسي اللي كي بقى وحد الاسم كبير في المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة اللي عنده تكون اسباني ومن خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني المغربي لاعب اللي عنده كانت لعنب خمسة أو شنيس هنا لاعب كبير لاعب صراحة من صراحة من تجاه من لاعب الكفار ديال النخبة الوطنية ودير lebih المنتخب الوطني المغربي لاعب رائع ديال لاعب اشرف حكيم من خيرة اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة من طرز الرافع هناك يحيى عطية الله لاعب فارق الويداد البيضاوي اللي يبقى حتى هو حد الاسم الكبير في المنظومة دي الفارق الويداد البيضاوي وكذلك في المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة من الركائز صباح دي المنتخب الوطني المغربي لاعب يحيى عطية الله اللي عنده 28 سنة ومن خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني وعند فارق الويداد البيضاوي اللي هو يحيى عطية الله من الركائز دي المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة اللي كيبقى اسم من ركائز ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير مشون خط وسط الميدان عنده بلاعب سوفيان أمرا بطلاعب مون شكتر يونيتد لدي 27 عام ومن خيرات اللاعبين ديال وسط الميدان اللي عند المنتخب الوطني المغربي صراحة لاعب كبير صراحة القيوة كبيرة المنتخب الوطني المغربي صراحة سوفيان أمرا بالتكوين هولندي ومن خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي صراحة هذه مهارات كبيرة ليس مهارات و لكن المستوى كبير صراحة هناك سماعي الصباري اللي عبيس بي عندهم عندهم عشرين عام لأن هناك أصلا يمر فترة فارغ يصابه في الظهر لا أعرف هنوش كأس إراقي كيف حاجة تكون الحالة دياله لكن نفضلوا أن يكون سماعي الصباري اللي ممكن تكون عنده الجاهزية اللي عبيس بطبيعة الحال اللي عبيس بطبيعة الحال و عندهم لاعب متميزة بدوري الهولندي ف هذه الثانية صرفainted و طريقة صراحة تنقيمة كبيرة Für الم وطني المغربي الى الخنوس لاعب صراحة من خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني المغربي. لاعب كفاءة كبيرة اللي هو اللاعب الى الخنوس اللي عنده فقط تسعتاشر سنة. واللاعب اللي كي لاعب مع المنتخب الوطني كي اكد انه لاعب صراحة هو يعر وخاء. بانش يبدك ديك المستور كبير صراحة مع المنتخب الاولمبيب كاس افريقي اقل من تلاتة وعشرين سنة. بشيو عن الخط الامامي. الكنتش الاجراجي كانت عايب ده حكيم زياش. لاعب قررات السراي التوركي. طبي عند الحل اا لا لاعب صراحة اا قوي صراحة für اللاعب حكيم زياش. من اللاعبين العمالقة ديها المنتخب الوطني المغربي بتیك في الكوتشر جري جريك وحد تقيق عمياء. طبيعة تلح لعب حكيم زياش. لاعب رائع. من اللاعب الرائعين ديها المنتخب الوطني المغربي. صراحة حكيم زياش. لاعب كبير. على المراضل للعيب لعب لحظة algunas سنوة كبيرة عند فاح one سنة. لعب صلاحة i einzige متى متى توحتش المكان دينه للخمصة بتزاف مع المنتخب الوطني المغريبي. ندى ما إنه ت SUي تبت СергLS ميته اللعب مع المنتخب الوطني المغريبي ومل勝'tious بس اصبح لاعب كبير صراحة علي. ولاعب عبدالشان第二 � لحظة اللعب أي 200 sws كبير في المنطخب الوطني المغربي صراحةlive لعب الكيبر في المنطقة الأولمبيكان صراحة في كأس إفريقيا قل من 23 عام بان على مستوراء في كأس إفريقيا قل من 23 عام شو عند أيو الكعبي لعب أولمبياكوس اليوناني تكون مغربي ومن خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي فهذا اللي كانوا في مقابلة ديال أكتوبر بطبيعة الحال اللي اللعب كذلك في المغري في بركان وفي الويداد وفي الراك اللاعب جيت بصر عصو صراحة في البطولة المغربية وفي المنتخب الوطني ماركيش كان معانا في كأس العالم في 2018 اللي كانوا نضم في روسيا بطبيعة الحال أما كأس العالم في قاطر ما كاش بلعب معانا التصفية أما كأس العالم ما كاش هذه التشكيلة المناسبة اللي كانشوفة أنا ممكن لأن مشيهم خمسة لاعبين اللي ممكن يدخلوا أثناء المقابلة عم بدون بل كابيتان وغالم سايس لاعب الشباب السعودي اللي يبقى الاسم دياله كبير في المنتخب الوطني المغربي اللاعب عنده سكوش فرنسي وهو عميد للمنتخب الوطني المغربي لاعب رائع لاعب صراحة من خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني المغربي لاعب غالب سايس اللي يبقى يا حد الاسم كبير في المنتخب الوطني المغربي اللي يوقع لب دفاعه ولكن يمكن ينفعنا كثير كثير صراحة في الدخول دياله بطبيعة الحال فيه عد لاعب رقم جوج لاعب خط وسط المايدان اللاعب فيها السعودي بعد تعرفنا اللاعب شباب السعودي لعب في الحق السعودي عبدالحاميث الصابر الذي كانت منه للشيفاء العازية بطبيعة الحال لأنه عنده إصابة بطبيعة الحال إصابة اللي يتعالج منه في ألمانيا بطبيعة الحال اللي كانت مشاهدة بالعلاج لها وش رقيت بوله لا ما عارفينش ويمثال ألمانيا وشه وشه يتبال العلاج لها هناك لعب صراحة كان ورقة رابحة صراحة في المنظر القطري كان بينا لا إمكانيات كبيرة سالم أم الله لعب بالنسيا الإسباني من خيرة اللاعبين لاعب تكوي برجيقي لاعب صراحة كان أساسي لازه ناقش في المنطقل الوطني المغربي ولكن الآن موصب وكان ظن عنده إصابة ديال الشهر بلعبش الكورة كان ظن إذا اللعب سالم أم الله من لاعب الجيد ديال المنطقل الوطني المغربي لاعب جيد صراحة إمكانيات كبيرة صراحة لعب سالم أم الله هناك أمين عدلي لاعب باي لبركوز الألماني لاعب جيد تاوم لاعب جيد مقابلة الأخيرة المنطقل الوطني المغربي صراحة لاعب كبير صراحة اللي هو اللعب أمين عدلي صراحة اللعب الكبار ديال المنطقل الوطني تكوي بحرسي من خيرة اللاعب ديال المنطقل الوطني المغربي اللعب كبير صراحة اللعب الكبير يسم لله كبير صراحة للمنطقة المغربية وفو المنطقل الوطني المغربي لاعب رائع صراحة وعمش كبير داخل الملظومة و الأخي المنتخب الوطني المغربي اللحب يوسف انتصيري يعني اسم كبير داخل المبانو الوطني المغربي لاعب رائع لانده كل ميكاليزمات انه صراحة انه لاعب رائع بعض المرارت فترة فراه لكالد دربة Frank لق których يوسف انتصيري صراحة طرابات رأسية خطيرة جدا صراحة طرابات رأسية واععة واععة بسكن نانت لعب في العالم عندها الدربات رأسية لقات اللاعب يوسف انتصيري صراحة لأنهم أكفأ اللاعبين صراحة في الضربات الرأسية لاعب أحسن اللاعب في العالم قنا عطارونا في الضربات الرأسية لاعب واعل بزاف صراحة شكرا للمتابعة